ارتفاع حدة التوترات السياسية التي ألقت بظلالها على الواقع الأمني في البلاد قصوصا التصعيد باستخدام السلاح والتشير والوعيدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتبقى التساؤلات عن المرحلة القادمة التي ربما قد تنجر فيه البلاد نحو صراعات حزبية مسلحة بحسب متخصصين ما القادم؟ سؤال يشغل الجميع في ظل توتر سياسي وأمني أطراف تعلن الصمت وأطراف أخرى تلوح بالتصعيد وما بداخلهم تنافر وتباعد نار تحت الرماد وفي أي لحظة تؤجج أو تطفأ باتفاق يرضي جميع الأطراف التناقضات هي من أوقعنا في الفخوة ومن أوقعنا في المصيدة لذلك الطريقتين سواء حل البرلوان أو الذهاب إلى تشكيل الحكومة هي بداية أو بوابة صراع آخر نحن بحاجة إلى تهدئة بحاجة إلى تغييب لغة السلاح الحديث اليوم علينا أن نتحدث بقوة المنطق لا بمنطق القوة لكن ما يجري على الأرض من تصريحات ومن تغريدات وربما من شخصيات قيادية في هذا الطرف أو ذاك بدأت تتصارع في استجالات وفي التغريدات انتهى القتال ومن المفترض أن يبدأ فصلا نقاش لكن البصرة قررت غير ذلك يعتقد البعض أن الصمت لا محل له من الواقع المتأزم حتى قانون الانتخابات المبكرة وحل البرلمان يواجه اختلافا على شكله ما بين الأطراف المتخاصمة بالتأكيد هناك تحديات لكن ما يرضي الأطراف التي خرجت من العملية السياسية تحديدا التيار الصدري هو أن يكون هناك انتخابات مبكرة لكن الخلاف الكبير هو حول عملية تغيير قانون الانتخابات التيار يتمسك بهذا القانون متعدد الدوار والإطار التنسيقي وبعض القوات ترى بأن هذا القانون قد ظلمهم كثيرا لذلك هي المعضلة الكبيرة أن يكون هناك خلاف على مواد دستورية قد وفق عليها الجميع وضع متأزم ويفترض بأنه يتخذ القرار الصائب وهو انتخابات مبكرة لتتجاوز عمر الحكومة أكثر من عام واحد المجهول إذن هو سيد المشهد وكل الخيارات مباحة ومتوقع لواقع سياسي لا يرتضي المضي إلى خطى تسهم في التئام الجراح خاصة وأن فق اهتزت أو ربما تنحت ما بين الأحزاب السياسية أنفسهم وبين الشعب أيضا ويبقى رأي الأغلبية بعدم إراقة الدماء وحفظ السلم الأهلي عمار غسان قناة